البيت الخليجي على مائدة واحدة مجدداً مصالحة خليجية هي أبرز حدث عربي يتزامن مع بداية العام الجديد بعد قطيعة دامت ثلاث سنوات مصالحة قادتها دولة الكويت واستضافت بموجبها المملكة العربية السعودية قمة العلا بحضور دول مجلس التعاون الخليجي التي وقعت على بيان من عدة نقاط أبرزها طي نقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول الأربع ودولة قطر إضافة إلى بند عسكري يقضي بتعديل مسمى قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة إلى القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون بيان القمة لم يغفل عن التأكيد على تكاتف دول الخليج العربية والعمل بشكل مشترك في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في شؤون أي منها اتفاق فتح الباب واسعا أمام تطلعات يمنية رسمية وشعبية بأن تنعكس المصالحة الخليجية إيجابا على الملف اليمني بما يخدم المصالح المشتركة التي تجمع اليمن بدول الجوار فهل ستكون قمة العلة نقطة مشتركة لتوحيد الجهود نحو مواجهة مشروع إيران في المنطقة ودعم الحكومة والجيش اليمني لاستكمال التحرير وقطع الطريق أمام ميليشي الحوثي التي كثفت من هجماتها مؤخرا ضد المملكة ذلك سؤال ربما تحدد الأيام المقبلة ملامح الإجابة عنه